في أعماق المحيط كان هناك سمكة صغيرة تدعى لؤلؤة تعيش في شعب مرجانية مليئة بالألوان كانت لؤلؤة دائما تتساءل عما يوجد خلف التلال المرجانية لكنها كانت تخاف من المجهول في يوم من الأيام اقترب منها أخطبوط حكيم يدعى عثمان لاحظ عثمان حيرة لؤلؤة وقال لها إذا كنت تريدين اكتشاف العالم يجب أن تتخطي خوفك سأكون بجانبك شجعت كلمات عثمان لؤلؤة فقررت أن تستكشف سبحا معا عبر التلال المرجانية وشاهدت لؤلؤة عوالم جديدة مليئة بالأسماك اللامعة والكهوف الغامضة اكتشفت أن المغامرة يمكن أن تكون جميلة عندما تكون شجاعة عادت لؤلؤة إلى بيتها وهي ممتلئة بالفرح والفخر وعرفت أن العالم مليء بالأشياء الرائعة إذا كانت لديها الشجاعة لاكتشافه ترجمة نانسي قنقر